ونبدأ بالموضوع الأول واللي هو single responsibility principles srb يعني لو انت شفت المصطلح srb فهو بتعني single responsibility principles طيب ايش بتعني single responsibility او هي شو الفكرة منها الفكرة منها بكي لك لما انت تيجي تكتب method class module معين لازم هذا function او class او الموضوع المعين يكون معمول لوظيفة واحدة فقط طيب كيف يعني لوظيفة واحدة فقط نفرض انه انا عندي على سبيل المثال class انا حط في احسب بدي اعمل مثلا مبيعة مبيعات معينة يعني بصمم برنامج point of sale او برنامج نقاط البيع فانا بدي عندي class بدي اكتب get total فقلت التوتل انا بعمل summation كده كده للمبالغ او للفاتورة من نهاية اشي طبيعي انا بدي اعمل print بحكي لك print غلط تكون جوا class اللي بيعمل calculation هذا غلط ما بيصير فلازم نفصلها class اللي بيعمل calculation بيختلف عن يعني ما بيصير احط فيه print لازم احطه بclass ثاني اعرفه بطريقة ثانية الى اخر يعني بالمختصر المفيد بيحكي لك every class يعني لو احنا نلاحظ every class should have only should have only one reason to change يعني بيحكي لك لازم يكون سبب واحد فقط عشان تدخل هذا الكلاس وتعمل اي تغيير عليه بمعنى بمسك print الموجودة في calculation وبحطها بclass ثاني بسمي مثلا print manager الى اخره ورح ناخذ امثلة على هذا الموضوع هنا يعني بالمختصر المفيد single responsibility اش سواء كانت class او module او function لازم تكون one responsibility one reason to change يعني احفظها في الطريقة هاي حتى في المقابلات العمل لما اي حدي يسألك فقدك تحكي له every class should have only one reason to change او الافضل انك تذكر هاي الامور one responsibility one reason to change طيب احنا ليش حكينا class او module او function خلينا نبدأ بموضوع الموديول يعني لو انا عندي اه اه software خلينا نحكي point of sale فانا اللي بدأ اعمله بالpoint بالpoint of sale بعمل package معين هذا الباكت بسمي printer تمام او اه بعمل له بعمل له class بسمي printer manager تحت الموديول ليش انا عملت هذا الحكي بسهل بسهل علي الباكتج بسهل علي السيرتش لانه انت لما تشتلع مشروع كبير خلص تيش تحكي لو واحد والله انا بدي اعدل شغلات معينة في البرنتر بدي اكبر الخط اصغر الخط اعم اضيف شغل على الفاتورة مثلا لما تيجتين عمل print فانت بعرف هذا الشخص انه بدي يروح على الباكتج الاسمه printer او على الموديول الاسمه printer يروح عليه مباشرة ويعدل فيه نفس الاشي الفانكشن الفانكشن لما تيجي تعمل فانكشن معين مثلا لما تيجي تصمم class للكلكوليشن فالمثود تبع الكلكوليشن او الفانكشن تبع الكلكوليشن لازم يكون له وظيفة واحدة فقط اللي هو الكلكوليشن ما بصير تحط اللي كالكوليشن يحسب ليه تاكس غلط ما صح اوكي ما الكالكوليشن من التاكس بس لا بفصل اللي تاكس انه بخلي يجمع لي التاكس لحاله وبعدين بضيفها على الفانكشن اللي اسمه get calculation طب ليش هالحكي هذا كله لاني لو انا بدي اعمل الفانكشن تبع الكالكوليشن يعمل لي مجموعة الكالكوليشن وحط تبع التاكس لو لقوا الدام تغير التاكس كان خمسة بالمية بالبلد اللي انت فيها زي مثلا المملكة العربية السعودية كانت تاكس بالبداية كانها واحد بالمية بعدين صارت خمسة بالمية بعدين صارت خمستاش بالمية فمعناها ثلاث مرات تغير على الفانكشن الاسمه calculation ومش لازم يتغير فيه لانه احنا كسرنا المبدأ تبعه single responsibility فاحنا عشان نغير على مستوى الفانكشن فانا بدي افوت سبب واحد لتغير هذا الفانكشن واللي هو الكالكوليشن معينة اعملها اذا انا مثلا دعم البونس او اشي هذا كمان لازم يكون فانكشن لحاله اذا فيه كالكوليشن معين انا بدي اعملها اسلوب معين يعني بعدل على الميثود اسمه calculation هسا التاكس لما يكون فانكشن لحاله خلاص انا بروح بعدل على التاكس فهيك ما بخرب الكود كامل او ما بضطر اعدل باكثر من مكان طيب تمام نفس الاشي لكلاس لكلاس تبع التاكس لازم يكون لحال لانه كلاس التاكس هذا responsibility single responsibility يعني هي يعني لو انت لجم العبر المسئولية الوحدة فانا لازم افصلها لحالها فهي بمعنى single responsibility principle طيب شو الفوائد من single responsibility principle اول اشي بتخلي السوفتوير easy to implement easy to implement يعني مثلا انا عدلت بكلاس الكالكوليشن فانا عارف وانا عدلت خلاص مش اني عدلت في كلاس الكالكوليشن ممكن يروح يضرب لي التاكس زي ما كحكينا قبل شوي او ممكن يضرب لي اللي بنتاره فبصير خلاص الامبليمنتيشن تبع سهل حتى تنفيذ الكود لما انت تكتب بسكون الموضوع كثير بسيط طيب تمام طبعا هو بعملي prevent the unexpected side effect of future changes هنا انا بتجنب من العوامل الجانبية اللي رح تتأثر بالتغييرات زي ما حكتلكم بالظبط انا عندي كالكوليشن كلاس بعملي كالكوليشن او مثل تعملي كالكوليشن اه فانا حق لو حطت فيها التاكس تمام التاكس خلينا نحكي انا عامله امبليمنت بالفونكشن الكالكوليشن عامله امبليمنت كمان في مكان ثاني فانا هيك كسرت مبدأ single responsibility لو بدي اغير التاكس فهيك رح اعرض لفتورة معينة بمكان معين رح تطلع غلط هاي معنى اني اتجنب خلينا نحكي الاعراض الجانبية من التغيرات المستقبلية وهان خلينا ناخد مثال حقيقي عن single responsibility principle طيب شو المثال الي ممكن ناخده نفس ما حكينا من قبل اني انا بدي اعمل سيل معينة اني انا عامل point of sale برنامج مبيعات وبيعملي بيع البرنامج بطبيعة حاله رح يحسب الكالكوليشن واخر اشي رح يعملي لبرند طيب نفرض انه انا عندي سيل كلاس رح حط في الميثود الي هي double get total طب انا بدي اجي بالتوتل المبلغ يعني بدي اجمع المنتجات اللي انت اخترتها بدي اجمع كم طلعت والشغلة الثانية بدي اعمل make sale يعني اني البيعة يلا اوكي بدي اعمل make للسيل يعني اعمل ان سيل تعال داتا بيس هاي معنى make sale والشغلة الاخيرة بدي اعمل print للانفويس هانا بحكي لك انت هيك اخترقت قانون السنجل رسبونسيبليتي برنسبل ليش لانا كنت حطت اللي لبرند انفويس داخل كلاس السيل وهي المفروض كلاس السيل المفروض ان يكون مسؤول فقط عن الجمع او العملية البيع لبرند منمسكها منحطها بكلاس لحال منسميه print manager او printer manager مثلا منحط الميثود لحالها ومنسمي اللي هي المفروض انفويس هيك احنا فصلنا السيل كلاسر الوظائفه لبرند منجر سر الوظائفه طيب اللي راح يصير عندي هان كيف اتحققت السنجل رسبونسيبليتي اني انا لو بدي اعدل على السيل او بدي اعدل على التوتل راح اروح مباشرة على السيل كلاس لما بدي اعدل على البرند مثلا بدي اطلع شكل الفاتورة اضيف عليها كيو ار او اطلعها بشكل مختلف فانا بروح مباشرة على البرند منجر وبعدل في البرند فانا هيك دخلت على كلاس لبرند منجر لسبب واحد وهو التعديل على البرند الانفويس ولما بدي اعدل على السيل فانا دخلت على كلاس السيل فقط عشان اعدل على السيل بالطريقة السابقة كان عندي اني انا لو بدي اعدل على كلاس على البرند بدي ادخل على كلاس السيل وهذا الاشي الغلط. ولو بدنا ناخذ مثال واقعي على رح ناخذ جافا برزستانس اي بي اي او الجي بي اي. الجي بي اي هو اشي كثير مشهور في الجافا. وظيفته الوحيدة انه يعمل لك انترفيس ويعمل لك هاي الانترفيس ستاندر معين للمانيبوليشن على الدياتا الدياتا بيس ان انا كيف اعمل انسير دليت ابديت الى اخره. وهان انا عندي سبب واحد عشان اعدل عليه. اللي هو افوت اعدل على الشكل ال الي بتتعامل مع الدياتا بيس فقط. طبعا هذا من خلال اشي يعني هو بنفذ اشي اسمه او 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 ار ام. وحكينا عنه بدورة بتقدر تشوفها وتفهمش يعني لكن بالمختصر هو مسؤول فقط عن اللي بتتعامل مع الدياتابيس بشكل مباشر زي ما حكينا نسير الى اخرة او مثلا قدت الداتا من الدياتابيس